يعني إن شاء الله نأخذ من كل بستاني سهرة جميل الله يوفق الجميع صلى الله عليه وسلم يا جنة طيب نأتي شيخنا على لن إن شاء الله نغفل أسئلة المشاهدين الكرام لكن نأتي شيخنا على المحور الأخير من هذا اللقاء أو قبل الدخول في العلم المناسبة نذكر الأسئلة سؤال أختنا أم فهد تقول هل الدعو فرض عين أم كفاية فرض عين وفرض كفاية فرض عين وفرض كفاية نعم يعني فرض عين على كل مسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى وكلهم بحسبه كل إنسان فينا يحتاج أن يدعوه نعم كلنا نشوف أشياء غلط سواء تقصير في واجب أو فعل محرم جميل فكلنا بحسبه كلهم بحسبه فالجميع عليهم أن يدعو الله تبارك وتعالى وقد يكون فرض كفاية في أشياء معينة في أشياء معينة رأينا منكرا طيب فلو أنكرته أنت يكفي ما يحتاج أن أنكر عبد الله وخالد ويوسف ومحمد وحسين سقطت هنا على الباقي ما يحتاج أنكره خلاص أنت أنكرت سديت عنه فقد يكون فرض عنه وقد يكون فرض كفاية جميل أيضا تسأل أختنا أم فهد عن النكت سواء في البرودكاست والله هذه كما ذكرت الأخت يعني بعض النكت تصير فيها استهزاء بالله تبارك وتعالى أو في الأنبياء أو في بعض البلاد السخرية من أهل البلاد معينة أو من قبيلة أو من كذا كله لا يجوز وهذه تورث البغضاء بين الناس والعدوات أن الناس تطنز على الناس ونسطضحك على الناس هذا لا يجوز أبدا أيضا ننتقل لأسئلة أخينا أبي محمد يعني حقيقة سأل سؤال جدا مهم وأنا أشكره عليه لأن هذا يعتبر استدراك على ما فاتني في إعداد محاور اللقاء وهي مسألة شيخنا تؤرق الكثيرين يعني يقولون يا أخي أنا لا أدعو لماذا؟ يقول لأنني أنا أصلا مقصر يعني كيف أقول للشخص مثلا لا تدخن وهذا الشخص يدخن أو مثلا أقول له يا أخي أحثه على صلاة النوافل أو على قيام الليل وأنا مقصر فهذا يجعله يحجم وبعضهم يقول إذا دعوت الناس الأمر معين وأنا أقع فيه إذا أنا منافق فيقع في مشكلة كبيرة الله يشب محمد يعني لو لم يدعو إلا الكامل لم يدعو إلا الأنبياء جميل ما في كامل من من الكامل؟ من ذا الذي ما سأقط أو من له الحسن فقط؟ هذه الأنبياء صلى الله عليه يعني كأن هذا القائل يقول لا يدعو إلا الأنبياء خلاص ما في أنبياء الآن سكبا بالدعوة هذا يعقل؟ لا يعقل أبدا نقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فليعلم الإنسان أنه مطالب بأمره الأمر الأول أن يقلع هو على المنكر ويفعل الواجب الأمر الثاني يأمر الناس بهذا يعني يأمرهم بفعل الواجب أو يأمرهم بترك المنكر يقول فإذا قصر في أمر وقع في المنكر لا يعفيه من الثاني الأمر المعروف الأمر المعروف يعني يقول كلمة رائعة خذ بقولي ودع عنك تقصيري ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري يعني أنت الآن بأحيانة أبو محمد يكون إنسان مبتلى صحيح وهي يدين غرط بس ما تطيع نفسه مكادر تذكر لما تكلمون عن زقائر وكذا صحيح يحيان بعض الناس تقول له ما يجوز يقول والله أدري ما يجوز والله ما أنا قادر أدعو لي أدعو لي أحطيك مثال بسيط تفضل اللي يشربون الخمر الآن مثلا واحد يشرب الخمر نعم نسأل الله أن يكتبع الجميل آمين لما يشرب الخمر وهو عارف أنه غلط نعم تقول له حرام ما يجوز وكذا كذا شو يقول يقول صح حرام بس ما أنا قادر يرضى ولده يشرب لا زلون اللي قا يشرب يعاقبه يعاقبه يطق صح صح ولا لا نعم يقول ليش أنت قاعد تسوي المنكر هذا قال لا أنا ما أنا قاعد على نفسي ما أخلي نعم أذكر طرفه جاءني مرة شخص فقال لي لا فرقة بين الخبز والزقاير عجيب كثل لون قال شوف الزقاير حرام إذا تضرك إذا ما تضرك محرام حتى الخبز إذا تضرك حرام إذا تضرك الخبز حرام فرق جديد هذا إيه ولا يستاكل تفاح إذا التفاح يضرك وإذا تاكل موز يضرك زين فما في فرق بين هذا وبين هذا قلت له ممكن سؤال قال نعم قلت لأ عيالك يأكلون خبز قالي قلت له تجيب لهم انت الخبز قال أكيد قلت له زين عقب ما تتغدون لو شفت واحد معيك كاكل خبز عندك مشكلة قال قال لأ وش تشرب زقارة قلت له شرايك أنا بشور عليك شور قال نعم قال قال زقارة من الطيبات ما عندي مشكلة فيها يقول انضرت صارت حرام ما ضرت هي من الطيبة قلت له بشور عليك شور قال نعم قلت له شرايك هذا الحش كانتكلم الضحة قلت له اليوم بعد ما تتغدى انت وزوجتك وعيالك تاخذ زقارتك وتقول حق المر ولعيلي بدا هي تحطن زقارة بحلجها وتقول لك ولعلي تجيبوا العيال تقعدهم جدام كواحد زقارة خبز وتولعون حق بعض أرش انت تولع حق العيال والمرأ تولع حق العيال وتولعوا كلكم ما رأيك ليش تحرمهم بدا منها من الطيبات قال لا قلت له ما يصير لا صح تحكم هذا هذا تحكم قلت له ما يصير لا فكما انك ترى ان هذه من الطيبات صحيح والخبز كانت تعطيم الخبز ليش ما تعطيم زقاير ليش تمنعهم منها فقصدي ابو محمد ان الانسان احيانا هو واقع في الخطأ ما يعني هذا اكوني انا واقع في الخطأ اني اسكت عن الاخرين اذا وقعوا في الخطأ صحيح ماشي انا واقع في الخطأ انا مقصر ما انهى الناس اعطيك مثال اقرب نعم الان حكام المسلمين كما نسأل الاخر الجزائري قبل قليل حكام الله حكام المسلمين مثلا الحاكم نفسه كحاكم مسلمان ما عنده اخطاء بلى عنده اخطاء زين زين هل معنى هذا خلالي سيء بالبلد لا قال الله اهمنا عندي اخطاء ما يصير انا اللي عندي اخطاء اعدل خلال سيء بالبلد تصير فوضى صحيح ما يصرح هذا بمحمد ما يصرح كوني انا اخطأ من انتخاذ لا امر ولا انا ما شئ انت تخطأ هذا خطأ كونك ما تمرت هذا خطأ ثاني صحيح ففرق عظيم بين انسان يخطأ خطأ واحد بين انسان يخطأ نعم خطأين نعم صحيح خطأ فعله وخطأ ترك الامر معروف نعم نعم اذا شيخنا يعني ربما انا استسمح اخينا ابي محمد يعني الوقت قضاق حقيقة وبقيت الاسئلة اظنها خارج يعني الموضوع ما يتعلق بالمأموم الحباسي والبرامكة وجرح التعديل فيعني استبيحوا عذرا شيخنا الوقت يعني قد انتهى فاستأذنكم فقط حتى نكمل المحور الاخير مع وقات الدعوة يعني حضرت اوبما يعني ايضا قد افتمونا فيه الفتور التهرب من المسئولية يعني من أسباب ترك الدعوة الفتور ضعف الإيمان يعني التهرب من المسئولية كل يلقي هذه القضية على الآخر وكذلك استصغار النفس يقول أنا لا أرتقن كن داعية وهذه حقيقة مشكلة الانسان لا بد أن يقوم بهذا الواجب كذلك الجهل كما تفضلتم شيخنا العبيب بثواب الدعوة الثواب المترتب على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وكذلك من أعظم المعوقات التي تكون تحول بين الإنسان وبين أن يسلك في سلك الداعين وأن يقوم بهذه الدعوة وهذه مراث الأنبياء والمرسلين اليأس والإحباط ييأس من الواقع الذي هو فيه مما يشاهد من تكالب جراحات المسلمين في يعني البلدان مختلفة فييأس ويترك الأمر كما نقول ويترك يعني الحبلة على غاربه وديننا دين التفاؤل ودين والعمل وليس لليأس مكان في قلب المسلم شيخنا الحبيب يعني الوقت قد انتهى وانحق كان بودي أن أطرق معكم بتفصيل هذا هذه المحاور لكن إن شاء الله تعالى فيما ذكرتموه فيه يعني نف وخير للمشاهد الكريم وإذا كان شيخنا في تعليق أخير من قبل حفظكم الله فقط المحاور الأخيرة جميلة جدا حقيقة نعم دعو الله تبارك وإنا أحب أن أربطها بمثال أخي فاروق أو أبي فاروق لأن شكله كبير في السن نعم في هذا الموضوع أنا أقول قضية واحدة فقط يشعر بالضيق لوجود الفساد أنا أقول له لو وضعت نفسك مكان النبي صلى الله حاول أن تعيش الجو مع النبي صنم في مكة كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيتي يشوف ثلاثمئة وستين صنم نعم داخل الكعبة وفوق الكعبة وحول الكعبة الله أكبر طيب ومع هذا استمر في الدعوة الله أكبر منكر عظيم جدا يراه هذا التوحيد أعظم من الزنا أعظم من شرب الخمر أعظم من وأين في بيتي الله الحرارة نعم طيب يرى ثلاثمئة وستين صنم طيب يراه النبي صلى الله عليه وسلم على يده من آمن ثم بعد ذلك لما يأسه من أهل مكة أمره الله بالهجرة فهجر المدينة وقبلها ذهب إلى الطائر ثم هجر المدينة صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله تباركه حتى فتح الله عليه وأنا أقول له لا تيأس أدعو يا الله تباركه وتعالى في بلدك في بيتك مع جيرانك طيب وشوي شوي ستصلح الأمة بإذن الله إن دعونا إلى الله تباركه وتعالى نعم وأهتم من الأمور الخمسة التي ذكرتها الإخلاص القوة العلم الرفق الصبر الله عزاكم الله عزاكم على هذه حقيقة التوجيهات وهذا البيان الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القولة فيتبعه أحسن أتينا أحبتي في الله إلى نهاية المطاف في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أجعله لقاءا مباركا عامرا بذكره نافعا لعباده ولأنفسنا أولا وخالصا لوجه سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاتي جل في علاه كما أسأل سبحانه وتعالى أجمعنا دائما على الخير في هذه الدنيا وأن يختم لنا جميعا بالحسنة وأن أجمعنا ووالدينا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذه اللقاء أستودعكم الله ونلتقي بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم مع برنامجكم من القلب ومع موضوع جديد إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا